في ظل الحرب تدخل اليمن عامها الخامس كيف يستقبل اليمنيون شهر رمضان وكيف يواجهون متطلبات الشهر الكريم وموائد الإفطار في ظل هذه الظروف الصعبة وهل يمكن لتكافل اجتماع بين اليمنين أن يخفف من هذه المعاناة أهلا بكم وسط انهيار اقتصادي وغلاء جنوني لأسعار المواد الغذائية يستقبل اليمنيون شهر رمضان المبارك في مثل هذه المناسبة يبحث اليمنيون عن استوهنات الغاز وأصناف الحبوب ورقائق السنبوسة وما سواها من مستلزمات مائدة رمضان ومع صعوبة توفر ذلك إلا أن هناك عشرات الألاف من الأسر ضاعفت الحرب من معاناتهم وأصبح أهمهم هو توفير خيمة سأويهم أو إيجاد منظمة إغاثية توفر لهم أساسيات الأكل والشر وسط هذه الظروف الصعبة تغيب المنظمات الإغاثية أو بالأصح لا تحضر كما يفترض بها أن تحضر بالرغم من ضخامة الدعم المخصص للأزمة الإنسانية اليمن فأين تذهب هذه الأموال؟ وكيف يمكن للمجتمع أن يساهم في التخفيف من المأساة الإنسانية بظل ظروف الحرب واللا استقرار؟ في ظل حرب تدخل عامها الخامس يطرق شهر رمضان أبواب اليمنيين حاملاً معه نفحاته المباركة بالإضافة إلى معانات مضاعفة تجلبها متطلبات هذا الشهر الإنسانية رمضان يا أخي جاء في وقت يعني استغفر الله العظيم الناس كلها يعني تعرف الناس ظروفها تعبانة يعني والرواتب كودها يلا تجلبها تصرفها على أصحاب الديون صراحة فوضع الصراحة ما يطمن والدنيا كلها غالية يعني لو أصبح المواطن ما يقدر حتى يشتر رمضان يعني سيمان حق رمضان ما يقدر يشترها وفي ظروف اقتصادية أكثر صعوبة من السنوات الماضية يستقبل اليمنيون شهر رمضان هذا العام في ظل ازدياد أعداد العاجزين عن توفير مستلزمات الشهر الفضيل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن شهده من اليمنيين فلا شك أنه سيعاني كثيرا في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وغياب الدولة وأجهزة الرقابة النازحون في الداخل فقط يفوق عددهم مليوني نازح تتلقفهم الشمس والرياح عوضا عن المنظمات الإنسانية والإغاثية المعنية وما يزيد الأمر سوء هو ازدياد أعداد هؤلاء النازحين جراء الحرب فخلال الأسابيع الأخيرة هجرت ميليشيا الحوثي قرى كاملة في الضالع والبيضاء وتعز وحجة الأمر الذي يضاعف المأساة اليمنية الممتدة على طول البلاد بين جدران الأروقة الدولية تحظى اليمن بأعلى أرقام التعهدات الإنسانية في بداية العام الجاري تعهدت الدول المانحة بأكثر من ملياري وستمائة مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن خلال العام 2019 وفي العام السابق حصل ما يشبه هذا الأمر إلا أن المأساة الإنسانية تستمر في التوسع ويشكل كثير من عدم يصول هذه المبالغ إلى مستحقيها بشكل كامل الأمر الذي دفع الشباب اليمني إلى تنظيم حملة إلكترونية لمطالبة المنظمات العاملة في اليمن بنشر التقارير التي تعزز الشفافية لتفادي الفساد وضمان وصول هذه الأموال إلى مستحقيها وفي ضل الارتفاع الكبير للأسعار وصعوبة الوضع الاقتصادي يحوز التكافل الاجتماعي أهمية أكبر بين اليمنيين يعزز ذلك الرصيد الاجتماع لليمنيين وقيم الشهر الفضيل إذن مشاهدنا الكرام بداية كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم وينعد علينا وعليكم بالخير والبركات بإذنه تعالى في هذه الحلقة ستكون معي الأسادة ميسك الجنيد مدير عام مؤسسة توكل كرمان هنا في الستوديو وسينضم معها آخرون خلال هذه الحلقة عبر الحاتف بداية مساء الخير أسادة ميسك كل عام بخير مساء النور كل عام وأنتم بخير وكل عام وجميع اليمنيين بألف خير ونسأل الله أن يكون هذا الشهر بداية لحلحلة الوضع في اليمن وحلول السلام بإذن الله بإذنه تعالى إذن أستاذ ميسك هل نستطيع القول أن الوضع الإنساني وظروف الاقتصادية جعلت من رمضان ضيف تقيل على اليمنين سيظل رمضان كركيزة أساسية وشعيرة أساسية من شعار الإسلام يعني ضيفا ينتظره الجميع اليمنيون بدون استثناء بشوق رغم كل الظروف الإنسانية الصعبة الحقيقة يمكن أن نقول أحيانا أنه لم يعد هناك يعني بالنسبة للأمن الغذائي سواء رمضان أو غيره من بقية الأشهر لم يعد هناك فرق الفرق ربما الاستشعار الشعائر التي نعم الروحانية لأن هناك بعض الأسر لا توجد لديها إلا وجبة واحدة طوال وبالتالي صارت السنة كلها رمضان بمسبة اليمنين إذن هذا هو الرمضان الخامس على اليمنين في ظل الحرب ولكن ربما يكون هو الأكثر سوءا بحكم أنه أتى بعد الأزمة الاقتصادية أو الانهيار الاقتصادية الأخير برأيك كيف يفهم عدم مبالاة أطراف الحرب بما يحدث لليمنين لا تزال الشرعية في منفها غير سائلة عن ما يحدث والحثيون ما زالوا يستمروا في التنكيل بيئة اليمنين في الحقيقة ليس بعد الحرب ذنب وليس بعد الحرب كارثة خمس سنوات من عمر شعب هي سنوات ثقيلة وكبيرة خاصة حينما يدفع كل فرد في هذا الشعب ثمن لهذه الحرب وهذه المواجهات أمراء الحرب لا يعون مثل هذه الحقائق لأنه في ظل الحرب تولد مصالح لهؤلاء المستفيدين وعصابات الحرب بينما الذين يدفعون الثمن الحقيقي لهذه الحرب هم الأطفال والنساء والمواطنون العاديون نعم صحيح إذن هناك انعدام للمشتقات النفطية ارتفاع للأسعار ورواج للسوق السوداء وعدم توفر الرواتب كوارث اقتصادية يمر بها المواطن البسيط كيف يمكنه أن يجابه كل ذلك طبعا الإجابة على هذا السؤال تقتضي أن يكون هناك دولة وجهة ذات علاقة تفكر كيف يمكن أن يخرج الناس من سلسلة هذه الأزمات المتولدة بسبب الحرب كأشخاص نحن فقط ننقل ما يدور في الشارع 83% على أعتاب المجاعة 21 مليون حسب الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة هم على حافة الخطر وبالتالي هؤلاء في ظل كما سبق وذكرتي ارتفاع الأسعار انهيار العملة غياب الخدمات الأساسية انقطاع الرواتب يعني شعب لمدة خمس سنوات يعني لا يستلم أفراده رواتب تخيل حجم هذه المأساة والكارثة ف26 مليون معنى ذلك أن الجزء الكبير منهم إما يقف على باب الجمعيات والمؤسسات بانتظار المساعدات والمعونات الغذائية مع الأسف جزء كبير منهم قائم على المساعدات والإعانات التي تأتي من أقاربهم وذويهم في المهجر وفي الخارج أما البقية الباقية في يعيشون على التكافل فيما بينهم لو أن مثل هذه الكارثة غزت شعب في مكان ما في هذه الأرض لتعاظمت وتكاثفت هذه الكارثة الإنسانية إنما نظل نقول أننا نحن الشعب الوحيد الذي أن اليمنين هم أرقوا نعم ثلاث سنوات وهم بلا رواتب وهذه أعتقد لم تحدث في أي دولة في العالم أن تستمر الحياة ويستمر ولو بصعوبات شتى يعني خمسة مليون تقريبا عامل فقدوا أعمالهم وموظفوا الدولة بلا مرتبات يعني في مناطق سيطرة الحوثين من جهة وأيضا مناطق سيطرة الشرعية لا تفرق كثيرا بريك كيف يمكن أن يواجه أرباب الأسر هذا العاجز وتربية الاحتياج في ظل فقدان مصادر دخلهم هناك محاولات جاهدة من كل فرد لكي يقاوم ويناظل ويستطيع أن يوفر القوت اليومي لأفراد أسرته البعض يعني استطاع أن يحفر في الأرض ويجد أي عمل حتى يوفر الخبز فقط بدأت يعني كما نقول يعني مع الأسف ظاهرة التسول كانت موجودة نعم لكنها صارت الآن يعني بنسبة كبيرة مع الأسف يعني وهذا كله بسبب الضغط الاقتصادي لا توجد هناك يعني مخارج أو حلول سوى أن ينتظر هؤلاء كما يقال الفرج أو ينتظر هذه المعونات التي قد تأتي وتطرق بابه من أحدهم دون أن يعرف من أين نعم إذن أستاذها بمسك يعني الحرب نعلم أنها أتت بكارثة على اليمن قبل ذلك اليمن لم تكن تعيش وضعا اقتصاديا سهلا كان هناك نسبة كبيرة من الفقراء ومن الجوعة برأيك هذه الحرب كيف فاقمت هذه المعاناة بالنسبة لليمنيين يعني ربما حدث انهيار للبنية التحتية بصورة سريعة فقدان الرواتب توقف المطارات توقف الاقتصاد أيضا منذ أول سنة يعني دعيني نقول أن أول يعني كارثة حلت على اليمنين هو يعني هجرة الحكومة الحكومة غائبة غير موجودة خارج البلاد هذه يعني كارثة حيث يعني كان يأمل اليمنيون أن يستندوا إلى دولة حتى في ظل الحرب لكن الوضع القائم يقول أنه لا توجد دولة انتعشت كما نعلم السوق السوداء اقتصاديات الحرب أو ما يعرف بأمراء الحرب زادت من تفاقم الأزمة المشكلة أيضا أن هذه المواجهات التي تتسع رقعتها يوما بعد يوم فكما نعلم أن الذين كانوا يستقبلون النازحين صاروا هم نازحين جدد فإذا عملية ترحيل للنزوح من مكان إلى آخر اتساع رقعة المواجهات جعلت من التنقل أمرا صعبا الكثير من المنافذ مغلقة أمام المواطنين وبالتالي تحد من حركتهم تحد من وصول المساعدات الإنسانية الأغذية الأدوية فإذا بجانب الحرب بجانب المواجهات هناك أيضا حصار خانق ومطبق في معظم المناطق التي تعاني من هذه المواجهات بالإضافة إلى الظروف والأوضاع الاقتصادية والأمنية مع الأسف صار في كل بيت على مائدة دم نحن أمام موائد دم مع الأسف ولا ندري كيف يمكن أن نخرج من هذه الحالة الصعبة نعم إذن برأيك من يتحمل هذه المسؤولية مسؤولية هذه المعاناة التي يمر بها الشعب اليمني سؤال واسع وشامل نستطيع أن نقول أن الكل يتحمل هذه المسؤولية الحكومة الشرعية تتحمل هذه المسؤولية الميليشيا الإنقلابية تتحمل ضعف هذه المسؤولية التحالف الذي جاء باسم إنقاذ اليمنيين يتحمل أيضا ثلاثة أضعاف هذه المسؤولية المجتمع الدولي الحقيقي نحن أمام كارثة إنسانية يعترف بها الجميع ويدير لها الجميع ظهره نعم إذن عند هذه النقطة بالذات يعترف الجميع بوجود كارثة إنسانية وربما يستغل الملف الإنساني في كثير من القضايا السياسية حينما يتم تحريك الملف السياسي يلوح دائما بالملف الإنساني ولكن عمليا لا حلول حقيقية على الأرض برأيك أين دور المنظمات الإنسانية التي تتلقف تعهدات الدول المانحة التي تعقد سنويا لأجل اليمن بينما الناس يموتون جوعا كل عام يؤصفني أن أقول أن هذه المنظمات أثبتت فشلها الذريع فهي تجمع التبرعات وتجمع الأموال في ظل أن الوضع الإنساني ما زال مستمر في التدهور إذن الحقيقة أنه لا يحدث أي تحسن لا يحدث أي تغيير واقعي ملموس على الأرض بالمقابل أيضا تعلن هذه المنظمات عن برامج وعن مساعدات أشار تقريركم إلى أن 2.6 مليار لعام 2019 جمعت لخمسة أهداف فيما يعرف بخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن دعيني أذكر لك على عجالة هذه الخمسة أهداف الهدف الأول التخفيف أو مواجهة الجوع مواجهة الأمراض والتقليل منها تحديدا الكوليرا سيانة كرامة النازحين مواجهة أضرار النزوح ومواجهة العنف بالإضافة إلى مساعدة المؤسسات القطاع العام للعودة إلى الخدمة والقيام بمسؤولياتها هذه الخمسة أهداف فيما يعرف بخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن نحن الآن في 2019 في شهر مايو يعني فعليا لم يبقى من العام سوى 6 أشهر 6 أشهر ماذا تحققت من هذه الخطة باسم 2.6 مليار دولار تجمع باسم أو كما يقال يتم التبرير لجمعها باسم اليمن لم يتبير شيء هل من المنطقي ما يحدث أستاذ ميسك هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحدث عن موازنة وعن منظمات وعن خطط استجابة يعني في كل عام يتم ربما كل عام يأتي ترتفع نسبة المبلغ المطلوب وترتفع نسبة عدد الجوعة ألا يعقل أن يعي المانحون وتعي من تتابع هذا الأمر الجهات التي تتابع هذا الأمر أنه عمليا لا يتم تحقيق أي هدف من هذه الأهداف حتى تتغير الآلية على الأقل أخشى أن نقول أننا كل يوم نصحوا أمام كذبة كبرة اسمها المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن والمنظمات الدولية أما لماذا فكما أسلفت أثبتت فشلا ذريعا أثبتت هذه المنظمات أنها عبارة عن شبكة من المصالح ليس لديها أي آليات للرقابة ليس لديها شفافية جميع ما تدعو إليه من مساءلة ومن حكم رشيد هي أول من يعاني من قصورها على ما أتذكر فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الأطفال كانت الأمم المتحدة قد أعلنت ما يعرف بقائمة العار لمنتهكي حقوق الأطفال هذه القائمة نسيت أن تضيف هي أضافة المتورطين في هذا الشأن في الداخل لكنها نسيت أن تضيف المتورطين الكبار على قائمة العار وربما مع الأسف جزء منهم هذه المنظمات الإنسانية التي لا تقوم بدورها يعني هي حاولت أن تغطي دور الدولة حتى تغطي مسألة عدم التوجه لحل سياسي فاعل في اليمن فبالتأكيد لن تستطيع أن تقوم بدور الدولة وليس هناك حل سياسي وبالتالي هي عبارة عن جهات تخضع للوبي لشبكات من المصالح تقدم مع الأسف كل يوم مشاريع مكررة متشابهة يعني هذه المنظمات هي أول من يتحدث عن التشبيك أول من يتحدث عن آليات الاتصال لكنها مع الأسف تفشل في التواصل فيما بينها البين بدليل أن كثير من المشاريع هي مشاريع صغيرة ومكررة لا ترتبط بحلول نهائية وغائية يعني هي مشاريع مؤقتة مشاريع الإغاثة لا ترتبط مباشرة بمشاريع تنموية بعيدة الأثر نعم سنتحدث عن هذه النقطة سنتحدث عن هذه النقطة أستاذ ميسكو لكن بعد أن ينضم معنا الأستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عبر الهاتف مساء الخير أستاذ مصطفى أهلا بك السلام علينا وعليكم إن شاء الله سيد مصطفى وبرأيك ماذا أضافت الأزمة الاقتصادية الأخيرة لهذا العام مقارنة برمضان الفائت في الحقيقة أنه كل عام يمر ترداد الحالة الإنسانية صعوبة يرداد الوضع الإنساني تعقيدا وصعوبة على المواطنين جراء تدني أو تراكع مؤشرات التنمية تزايد معدلات الفاقر ارتفاع الأتعار الذي يسجل مؤشر مرتفع للغاية كل سنة بل كل شهر يعني آخر إحصائيات وآخر نفذناه في المركز الشهر الماضي تبين أن هناك زيادة من بداية يناير وحتى نهاية مارس وإن كان هناك استقرار تسوي لسعر الغيال تلال هذه الفترة لكن مع ذلك كان هناك ارتفاع الأمهار وهذا ينعكس مباشرة على حياة الشعب اليمن بالتالي يستقبل الإيمانيون رمضان بوضع اقتصادي وإنساني الصعب وبموارد أيضاً وبمستوى دخل منخفض بل إن عدم لدى كثير من شراء المجتمع بما فيها العاملين كثير من العاملين في الفترة الخار وكثير من العاملين في الحكومة الذين تسلموا مرتباتهم حتى الآن وصاعات واسعة من المجتمع اليمني التي فقدت أحفالها سواء العائدين من السعودية أو كثير من من فقدوا مصدر دخلهم جباء الحرب الراهنة وبالتالي هذا العام ينضم إلى أعواب سابقة في حالة الوضع الإنساني السيء الذي يعيشه اليمنيون ونأمل أن يتمدل هذه الأحوال ويكون الأيام القادمة أفضل مما يعيشه الشعب اليمني الحادي أستاذ مصطفى ما هي نسب الزيادة في أسعار السلع لرمضان هذا العام مقارنة برمضان الفائد تقريبا كانت الزيادة هي خلال العام الماضي يعني بالزيادة تكاوزة العشرين في المئة في أسعار السلع كمتوسط بسبب تراقع سعر الزياد لو أتذكر في 2018 نهار الزياد وصل إلى ما يقارب السلع للدولار الواحد وهذا أدى إلى ارتفاع نسبة الأسعار بشكل كبير للغاية ومع حالة التراقع النسبي إلى حدود الخمسمية لكن مع ذلك الأسعار لم تعد إلى الوراء إلا بسيطة جدا في بعض المحافظات أنا أتحدث حتى من بداية يامير وحتى الآن في غل استقرار كمان لسعر الصرف أيضا كان هناك ارتفاع بحدود تقريبا ثلاثة المئة هذه الزيادة لها الكثير من العوامل أبرزها بيتعلق بمشكلات النقل ومشكلات الحواجز وفرض النتاوات والرسوم المتعددة التي تفرضها جماعة التركيز في أكثر من مكان وأيضا تشريعات جديدة أو إجراءات جديدة أسهل السكان للمواطنين بالإضافة إلى ما أيضا الانتزاز الذي يتعرض له النقاط للتكار والتوردي في نقاط متعددة سواء تابعة لمناطق نفوذ الحكومة الشرعية أو بعض الفصائل المسلحة أو كذلك أيضا يعني بقبل جماعة المسلحيها في مناطق نفوذ الحديدة فهناك في الحقيقة عوامل كثيرة جدا كلها تضاعي من مأساة يمني وهو يبحث عن لقمة عيشه لكن لأسف الشديد يعني يقاهد بالأكل أن يحصل على الحد الأدنى من بقائه على خيد الحياة أيضا كما تطرقتم في ظل فشل كثير من برامج برامج الساعدات والهماسة وأيضا فشل برامج إعادة الإعمارة وعدم بدأها أصلا يعني حتى الآن لن يتم بدأ بأي نوع من إعادة الإعمار وما تزال من البلد يعني تشهد وفايا منها تشهد حربا مستمرة في كل مناطق نعم إذن شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة إذن أعود إليك أستاذ ميسك أستاذ ميسك كنت تتحدثين عن ما تقدمه المنظمات الدولية والإغاثية أنها عبارة عن سلال لا تفكر بتقديم مشاريع تنمية مستدامة التي هي حقيقة هي التي تلامس حاجة الناس ويعني تجعلهم يعتمدون على أنفسهم بالفعل لأنه ربما قد تكون هذه المشاريع هي أسهل المشاريع يمكن أداؤها وقتيا بالإضافة إلى أنها لا تقوم على استراتيجية واضحة نفقاتها أقل لأنها قائمة فقط على مساعدات وقتية وعلى سلال غذائية بعضها يصل وبعضها لا يصل بسبب الأوضاع الأمنية وبعضها يؤخذ كجزء من الجباية والإتاوة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات نعم إذن تحدث معنا الأسابة مصطفة عن جزئية مدى ارتفاع الأسعار وتأثرها بالوضع مقارنة بالعام الفائت وحتى أنه سجلوا زيادة نسب من بداية يناير وحتى شهر ثلاثة فما بالك الآن هناك أيضا ملحوظ أنه تم عودة سعر الريال مقابل الدولار يعني هبط وصل اليوم إلى 500 تقريبا ومع ذلك نجد أي زعزعة للأسعار السلع برأيك أين دور الجهات المعنية الرقابة جهزة الأمن الرقابة مكاتب الصناعة والتجارة حماية المستهلك من جشع التجار في المناطق المحررة لنقول أن هناك حوثيين انقلابيين لا يفهمون ما هي الدولة عصابة وتحكم البلاد لا نستطيع أن نحكمها بأحكام الدولة أعتقد هذه هي أهم مشكلة يمكن أن تواجه أي بلد يعني يعاني من ضعف سلطة الدولة وغياب القانون لعلك تذكرين أستاذ آسيا قبل ثورة فبراير وإبان الحكم الدكتاتور علي صالح تعرض هذا الشعب إلى العديد من الجرع أثناء هذه الجرع كانت ترتفع الأسعار وفي تلك الفترة يعني على الأقل كان هناك دولة ورغم ذلك حينما كانت ترتفع الأسعار لم يعني بسبب غياب الرقابة وبسبب يعني ضعف الدور القانوني لأجهزة الرقابة كانت الأسعار لا تعود رغم ما تعلنه الدولة من إصلاحات في تلك الفترة فما بالك وبعد حدوث الانقلاب ما بالك بعد غياب الحكومة الشرعية الحقيقة نحن بلد على حافة الانهيار لسبب بسيط جدا أنه يعني لا توجد دولة يعني من يفترض أن تكون حكومة شرعية هي غائبة مع الأسف نعم صعي إذن لو تحدثنا عن المبادرات الشبابية وما الذي يمكن أن تقدمه نعلم جميعا أن في رمضان تنشط الكثير من الأفكار ومن المبادرات الشبابية ومن إعانة الأسر الفقيرة من توفير وجبات إفطار على الأقل لمجموعة كبيرة من الأسر برأيك ما هو المتوقع من هذه المبادرات دعينا أولا أن لا نقلل من شاء أي مبادرة ونشكر كل الذين يعملون على مثل هذه المبادرات هي لا تعتبر الحل ولكنها تعتبر جزء داعم أيضا يعني يعبر عن مدى شعور الناس بالناس عن مدى شعور اليمنيين باليمنيين فنحن نحيي كل هذه المبادرات ونشجع كل هذه المبادرات لأن الوضع في الحقيقة يعني وضع كارثي بحاجة لكل تحرك بحاجة لكل مبادرة بحاجة لكل أمل يقوم به المبادرون لمساعدة الناس في مثل هذه الظروف إنما أنا أطلب من منظمات المجتمع المدني العاملة في الميدان من فاعلي الخير من كل الناس الذين يعني يتطلعون لمساعدة اليمنين في هكذا ظروف أن نوسع نظرتنا أن تقوم هذه المساعدات على مشاريع دائمة مهما كانت بسيطة أن نركز على المشاريع الصغيرة أن نركز على حل مشكلة البطالة توفير فرص عمل مهما كانت بسيطة ليستطيع الناس أن يعني يرتبوا حياتهم وفقها أن يحصلوا على ما يمكن أن يسد رمقهم ما يستطيعون أن يواجهون به هذه الظروف الصعبة نعم إذن في هذه النقطة دعينا نستضيف الأستاذة حيات زبحاني الناشطة في المجال الإنساني وهي معنا عبر الهاتف من الرياض مساء الخير أستاذة حيات المساء الخير والأنوار وشهر مبارك وكل عام وأنتم بخير وكل أبناء الشعب اليمني العظيم عام عزة ونصرة وتنكين وأمن وأمان واستقرار لليمن إن شاء الله وأهلا وسهلا بك أستاذة مشكلة القنيت أهلا بك أستاذة حيات وكل عام وأنت بخير إذن ظروف صعبة وغاية في التعقيد لا سند للمواطن في هذه المرحلة إلا مبادرات التكافل والمبادرات الشبابية وما يقدمه المجتمع مساندا لبعضه البعض كيف بداية تقرأين الوضع الإنساني في اليمن وما قيمة هذه المبادرات نعم الوضع الإنساني في حقيقة الأمر هو ضرف معتاوي كارثي بالتحديد في مدينة تعيز بسبب الحصار والتمرار الحرب وكذلك مغادرة المنظمات الإغاثية والإنسانية لمدينة تعيز أضبت كذلك إلى مغادرة كثير من أرباب المال والتجارة هذا سبب في ضغط مأساوي كبير لأبناء المدينة وكذلك انعدام لفرص العمل ما يقارب 85% من سكان أبناء اليمن هم يعيشون الفقر المدقع للأسف الشديد نحن أمام معاناة إنسانية لمدينة تعيز بسبب الخضلان كذلك لهذه المدينة وكما ذكرت مسبقان ومرارا وتكرارا هو مغادرة المنظمات الإغاثية والإنسانية لمدينة تعيز في ظل هذه الظروف الصعبة التي نشهدها في اليمن نحن أمام معاناة كارثية بحجم الكون فعلا ولا أبالغا أن أتعصد لهذه المدينة مدينة تعيز ما يقارب الخمس سنوات وهي في حفار وفي كذلك بيقة من العيشة سكان هذه المدينة لا يتعاطون وجوئة ووجبوا أحدا في اليوم بنسبة ما يكون 85% نحن نستغل فرصة لشهر رمضان المبارك ندعو الجميع بأن يبث روح التكافر الاجتماعي لأبناء مدينة تعيز ونحيي جميع المبادرات الشبابية والجمعية الخيرية والمؤسسات وكذلك المنظمات التي تحاول بقدر المستطاع إنقاذ ما يمكن إنقاذه في اليمن وفي حقيقة تمر هناك نماذج رائع أعتست جمال العمل الخوي في مدينة تعيز واستطاعت هذه المدينة فعلا أن تقدم الجميل وأن تقدم نموذج رائع للعمل الخيري والإنساني على مدار ما يقارب الخمس سنوات بالتحديد نعم هذه هي المبادرات أستاذة حياة يعني برأيك ما الذي تحتاجه حتى تستمر نعلم أن أغلبها هو طوعي معتمد على نفسه معتمد أيضا على بعض المساعدات بشكل شخصي من بعض المغتربين وربما من يتابع صفحتك يجد أنك بين فترة أخرى تقوم بالإعلان عن بعض الحالات الإنسانية ويتم توفير ما يتوجب لهذه الحالة أو تلك نعم ما يدعو كذلك للسبرى بهذه الأعمال الإنسانية والإغاثية هو أن عمل المؤسسي تلك المبادرات وكذلك الجمعيات التي هي طور الإنشاء والتأثيث العمل المؤسسي يستمر وكذلك يكسب ثقة الدائمين ويكسب كذلك ثقة الجهة المانحة والدائمة نحن تفاجئنا في الفترة الأخيرة بأن هناك منظمات في الحقيقة تتاجر لمعاناة أبناء مدينة تعيز لكن تتخيل ألاف الدولارات بل وملايين ومليارات الدولارات تذهب أدراج الرياح ولا يستفيد منها المواطن في مدينة تعيز بسبب فسد هؤلاء القائمين على هذه المنظمات وبسبب عدم تصدر المخلصين الأوفية الشرفاء للمشاركة في هذه المنظمات وبالمعنى الأصح عدم قدرتهم للوصول إلى هذه الجهة الدائمة التي تحاول أن تقذ الجوعة والفقراء والمساكن في اليمن الوضع فعلا مأساوي ويستدعي من يتصدر العمل الخيري والإنساني في مدينة تعيز أن يدلي بدلوي في هذا المجال وأن يفتح طرقات أمام هذه المنظمات ليأكسوا فعلا الصورة الجميلة وأن يزيلوا ذلك القبح والإساءة التي أتى إليها البعض للأسف الشديد لمن تصدروا هذه المنظمات التي تشارك في قتل أبناء مدينة تعيز وتشارك في تركيعة ومتشارك كذلك في زم وفي زيادة المعاناة للأسف الشديد وهي دعوة لكل أبناء مدينة تعيز أن يفضحوا هذه المنظمات والذين يتاجرون بها وأن يقوموا بإغلاق هذه المنظمات لأنها تساعم في تجوير أبناء مدينة تعيز للأسف الشديد نعم هل يعني أو ما مدى مساهمة الشرعية في هذا الابتعاد عن مأساة اليمنين خاصة في تعيز الذين يواجهون الحصار كما قلت يواجهون الحرب يواجهون قلة حيلة دات اليد خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك للأسف الشديد لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تماتي الحكومة اليمنية للأسف الشديد والشرعية لم تلتفت إلى أبناء مدينة تعيز كما ينبغي بل هذه المنظمات تعمل تحت كتار الشرعية وبترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تستقر كثل هذه الشرعية إلى إيجاد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومتابعة هذه المنظمات التي تعبث بأبناء اليمن ليس فقط بتعز بل بأبناء اليمن قاعدة أضعف كذلك لأن الشرعية لم تتخذ القطوات اللازمة والصارمة لإيقاف مثل هذه التصرفات الهمجية من هذه المنظمات التي كما ذكرت أنها تدخل معاناة أبناء اليمن وأن الحكومة الشرعية لم تقم بواجبها تجاه أبناء مدينة تعيز بأن توجد البرامج الإغاثية المرتبة والمنظمة لكي يتسنى لجميع أبناء مدينة تعيز أن يستفيدوا من المواد الإغاثية وكذلك القوافل الطبية التي تدخل إلى مدينة تعيز أبناء كذلك نقطة مهمة وهي أن الشرعية لم تفتح الأبواب أمام المؤسسات الخيرية التي يشهد لها بالنزاهة وبالأمانة وبالثقة وبتحمل المسؤولية لكي تكون ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية والأمل ويتم التعاقد معها عبر البرامج الإغاثية التي تدخل إلى الجمهورية اليمنية نحن نناشد الرئيس عبد الرب منصور هذه ونناشد الحكومة الشرعية ونناشد كل المخلصين والشرطة نتمنى أن تصل هذه المناشدات الشعب اليمني يموت الشعب اليمني يقهر وتعز للأسف الشديد أستاذ حياتي صورة مصغرة عن واقع اليمن الكبير وما يحدث فيه سواء من كانوا تحت سيطرة الانقلابين أو للأسف الشديد من هم يعدون في المناطق المحررة وتعز بين البينين شكرا جزيلا لك حياة الزبحاني الناشطة في المجال الإنساني كنت معنا عبر الهاتف من الرياض عودة إليك أستاذة المسك أستاذة المسك لو تحدثنا عن مؤسسة توكل كرمان هل لكم دور تساهمون فيه في المجال الإنساني والإغاثي؟ مؤسسة توكل كرمان تعمل في ثلاثة مجالات رئيسية ذات علاقة وثيقة بكل ما يحدث في بلدان النزاعات وتحديدا في اليمن كوننا جزء من هذا البلد الذي يعاني هذا النزاع والصراع نحن نعمل في ثلاث مجالات رئيسية نعمل في التنمية والديمقراطية والسلام فيما يتعلق بالتنمية في الفترة الحالية نحن نركز على الأنشطة الإغاثية والمشاريع الإغاثية العاجلة ونعمل أيضا على صعيد الإغاثة العاجلة ذات بعد أيضا يعني وذات أثر مستمر وليست بعد لحظي وهذا ما ستجدونه إن شاء الله في برنامج حيث الإنسان الذي سيبث خلال شهر رمضان المبارك حيث بدأنا نركز في أن نربط بين الأنشطة الإغاثية العاجلة والمشاريع التنموية الصغيرة التي تدر دخل أو تساعد الفئات المستهدفة وتقدم لها مساعدة ومعونة دائمة وليست مساعدة ومعونة لحظية ووقتية بالإضافة إلى أننا لا نقلل أيضا من شأن الإعانات والمساعدات والإغاثات والحملات العاجلة كوننا نعيش وضع يقتضي سرعة التحرك ويقتضي أن نعمل على جميع الاتجاهات سواء على صعيد المساعدة العاجلة والعون العاجل وعلى صعيد المشاريع الاستراتيجية الدائمة نعم إذن أستاذة مسك أكثر من 2 مليون مواطن في الداخل تم تشريدهم بسبب الحرب وطروا إلى نزوح من مناطقهم ومنازلهم يعيشون ظروف صعبة نزوح وفاقر وعدم توفر أساسيات الحياة المعيشية وإنعدام لمصادر الدخل أيضا ويواجهون ارتفاع الأسعار في المناطق التي نزحوا إليها كيف يمكن أن يتي رمضان على هذه الفئة؟ بالتأكيد سأتي عليهم بشكل صعب كما أسلفت في ظل هذه الظروف الصعبة والقاهرة إنما لن يعدم الناس حيلة في مثل هذه الظروف ينبغي أن لا يعول اليمنيون على أحد يعولون على أنفسهم على سواعدهم على مساعدتهم لبعضهم البعض في الحقيقة كل يوم تثبت لنا الأحداث أن اليمنيين شعب لا يقهر يقاومون يستمرون في الحياة رغم كل هذه الظروف التي يواجهونها أنا لا أقول هذا الكلام من باب التشجيع الأدبي أو من باب عدم الإحساس بما يعاني الناس في الميدان لكن أنا أحاول أن أقول للناس أن بيدكم قوة ذاتية لن يساعدكم أحد إذا لم تساعدوا أنفسكم يعني لابد أن يقوم الأفراد بإحياء المبادرات بالتفكير كيف يمكن أن يساعدوا بعضهم البعض بالتفكير بمشاريع مهما كانت صغيرة وطرق الأبواب في سبيل الحصول على تمويل هذه المشاريع التعريف بالفئات المستهدفة المحتاجة الخروج من دائرة انتظار فقط المساعدات والمعلونات من الآخرين الحقيقة أننا كمؤسسة عاملة نعمل على الأرض في الأنشطة الإغاثية والأنشطة المساعدات نريد أن نحصل على معلومات حقيقية على قاعدة بيانات عن الفئات التي تحتاج إلى مساعدة نحن نستقبل أي مشاريع أي مبادرات إنسانية جادة يمكن أن نستطيع التعاطي معها ومساعدتها والتعاون معها غياب المعلومة لدى الجهات التي يمكن أن تقدم العون والمساعدة يعني مع الأسف يمكن أن يؤخر عملية المساعدة وبالتالي نحن نطلب من كل العاملين على الأرض من كل النشطاء من كل الناشطين الاجتماعيين في استعيب هذا الاتجاه في دفع الناس للتفكير بمشاريع بديلة بمشاريع بديلة بحلول بديلة بطرح هذه الحلول على جهات يمكن أن تساعدهم بتعريف أيضا الجهات الدائمة والجهات المانحة والجمعيات والمؤسسات العاملة بهذه الاحتياجات بأماكن الاحتياجات مع الأسف كما قلت لك نحن نعاني من غياب كثير من المعلومات لا ننسى أيضا صعوبة التواجد الميداني وصعوبة الوصول لكثير من المناطق وبالتالي نحن نعتمد على كل الناشطين في تلك المناطق اللي يزودون بالمعلومات الحقيقية والأساسية عن احتياجات الناس هناك بالإضافة إلى أننا نعول على هؤلاء الناشطين الاجتماعيين على توعية الناس في كيفية مواجهة هذه الأزمات جميل نعم إذن قد نتفهم أستاذ ميسك أن يكون هناك نازحين في مناطق سيطرة الإنقلابيين يعانون الأمرين يعانون عدم وصول المساعدات إليهم يعانون سرقة هذه المساعدات والوقوف أمام وصولها إليهم لكن ما أستغربه حقيقة أن يكون هناك مخيمات للاجئين تحت سيطرة الشرعية وكأنها يعني لا تعلم بتاتا بيوجدهم هناك مخيمات في مأرب هناك مخيمات في عدن هناك مخيمات في أبيان في كثير من المناطق التي تم أنزح لها بسبب الحرب ولكن للأسف الشديد لا تجد أدنى مقومات الحياة في هذه المخيمات ما هو دور الحكومة إن لم يكن دورها الوصول إلى هؤلاء أين هي مراكز الإغاثة مركز الملك سلمان ومركز مشارف أمان وهذه المنظمة التابعة للحكومة وما إلى ذلك من مبالغ حقيقية لا نعلم عمليا أين تصرف دعيني أقول لك سيدتي القول المعروف ذا عرف السبب بطل العجب حينما نتحدث عن الحكومة الشرعية نحن نتحدث عن حكومة مستلبة حكومة غائبة حكومة مسلوبة الإرادة وبالتالي هي لا تملك من الأمر شيء هي لا تستطيع أن تعمل بفاعلية في الميدان أحد أهم الأسباب هي أنها غير موجودة أصلا على الأرض غير موجودة في الميدان وبالتالي هي غائبة عن احتياجات الناس الحقيقية غائبة عن القيام بدورها ومسؤولياتها ومهامها بالنسبة للمؤسسات التي ذكرتها هذه مؤسسات ذات ارتباطات سياسية في الأساس يعني إذا زادت حدة الهجمات والضربات تظهر مساعدة من هذه المؤسسة هنا وهناك من قبيل ذر الرماد في العيون نحن بمقابل هذا التدمير نحن نقدم نحن لا نريد تقديم مساعدات تحت نتيجة نتيجة لهذا الهجوم ولهذا الاستفزاز السافر لما يحدث للناس على الأرض بالتالي نحن نقول كفوا فقط أيديكم عنا تركونا ندير شؤوننا وندير أمورنا بأنفسنا نحن شعب قادر على أن يواجه هذه التحديات خمس سنوات من الحرب خمس سنوات من الظروف الإنسانية الصعبة كارثة إنسانية يعترف العالم كله بشدتها ورغم ذلك يقاوم الناس رغم ذلك ما زال الناس مصرون على الحياة فدعونا ندير شؤوننا بأنفسنا إذن شكرا جزيلا لك ميسك الجنيد مدير عام مؤسس التوكل كرمان كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني ومرة أخرى كل عام وأنت بخير أشكر لكم أيضا مشاهدنا الكرام رمضان كريم وإن عاد علينا وعليكم بالخير والبركات بإذنه تعالى لأن ألتقيكم في أولى حلقات المساء اليمني غدا بإذنه تعالى في رمضان ألتقيكم على خير كنوا برعاية الله وأمنه اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر